في الموديل سواء كان بارت او كريدز او كاتينز او اي اوبجيكت انا عملت له خلال الموديلينج بروسيس بتاعتي وكل اوبجيكت من دول لي ال اي دي الخاص بتاعه يعني ما فيش طول اوبجيكت حتى لو كانوا زي بعض بيبقى ليهم نفس ال اي دي هنرجع تاني للويندو بتاعتنا اللي فيها الكلاش لست هنلاحظ ان البرهنك بكتبلي كلاش وبكتبلي ال اي دي بتاع الطول بارتس اللي حصل عندهم كلاش لما بيكون عندي الموديل كبير وبعمل كلاش تشيك على الموديل كله ساعات مش بقدر اني اشوف البارتس اللي حصل عندهم كلاش عشان اعمل زوم للتو بارتس اللي حصل عندهم عملية الكلاش وانا بختار الكلاش بضغط F من الكيبورد هنلاحي فعلا ان حصل عملية زوم لتو بارتس دول عشان نرجع تاني للويندو الطبيعيه بتاعتي هختار fit work area on time بعد ما عمدت الكلاش تشيك هنبتدل الوقت نطبق الكاتنينز اللي تعلمتها هنبتدل الوقت نختار نوع الكاتنين المناسب له لحالة اللي عندهم من شكله ان انا اريد ان اقطع تاي بيم على الفوتين وما دام قلت ان انا اريد ان اقطع 2 بارتس على بعض يبقى على طول هنروح اختار cut part with another part هنختار الامر من detailing tool part هنطلب مني ان اختار ال part اللي هيحصل فيه عملية الكاتنين اللي هو هنطبق الكاتنين واختار الكاتنين part اللي هو الفوتين هنلاقي فعلا ان التاي بيم خصل فيه عملية الكاتنين حتى نتأكد برضو هنعمل هايل للفوتين عن طريق right click و هايل هنلاقي ان حصل cut في هنلاقي ان حصل cut في هنلاقي ان حصل cut في التاي بيم بنفس شكل الفوتين طيب لو انا كنت اختارت fitting كان ايه اللي هيحصل هنختار fitting واختار ال part to be fitting اللي هو التاي بيم هنختار fitting line هنلاقي ان التاي بيم اتقطعت كلها على cutting line او fitting line اللي انا اخترت وده طبعا مش هكون مناسب للحالة الموجودة قدام هنبدأ نكرر part cut في جميع التاي بيم الموجودة قدام مبتد انا اتعرفنا في الدرس ده على الواع cuttings والclass chip موسيقى موسيقى